فعلا مرات كتير نتهم بالموضوع انه يعني هو يعني نبوه انتو انبياء ولا كده كيف رب يكلم اوضح بس عشان ان انا بكلم مع الناس في حديثي مع الناس بيحصل ايه الناس بتاخدنا في امور فرعية بعيدة عن رسالة الخلاص اهم حاجة قبل ما اكلم الناس علمونا وداسل سبقتنا في الايمان ان احنا نكلم الرب عن الناس قبل ما نكلم الناس عن الرب فلو كلمنا الرب عن الناس ده اول حاجة وصلينا وطلبنا ان هو يفتح فمنا ويدينا كلام فده بيدينا نوع من انواع الراحة الداخلية ان احنا مش هنتكلم لكن الله بيتكلم فينا ده اول حاجة تاني حاجة ما تخليش حد ياخدك لمناقشة فرعية لأن مناقشة السلوس مناقشة صعبة لكن خلينا نركز على حياة الرب يسوع اللي في الأناجيل قدي إيه يسوع عمل قدي إيه يسوع قدم قدي إيه يسوع أحب قدي إيه يسوع مات من أجلك قدي إيه يسوع عايزك أنت عشان يديك حياة أبادية ده أول نقطة تاني نقطة والمهمة الأساسية للمؤمنين إن المحبة بتكسب الناس دي أكتر من النقاش المحبة بتكسب لأن بدون محبة الناس دي بتسيبنا وبتشوفش فرق بيننا وبينهم تالت حاجة حياتنا العملية ما أقدرش أتكلم مع شخص وحياة العملية غير جيدة وأقوله إيه يسوع ما فيش فرق لأن المؤمن المؤمن زي باكل شاي ما بيبانش طعمه ريحته غير ما تحط في الماء السخنة فلما بشوفونا في حياتنا العملية في التجارة وفي الألام اللي زيهم بيكون لنا ريحة المسيح الزكية وتكون حياتنا بتفيح بعطر المسيح وتكون طعمنا طعمه الناس دي بتعرف أن احنا مختلفين ويسألونا عن سر الاختلاف اللي فينا وده بنقدر بدينا فرصة أن احنا نجاوب أكتر بالصورة أكتر لكن هو المهم أن احنا نتقرب من الناس نسمع منهم كل الأسئلة وبعد كده نبدي علاقة معهم لأنه مش تقدر تكسب الواحد بخمس دقائق في كلمتين دقائق يعني لإيه ما يكون جاهز قوي ويكون حسب أغلب السكر محطوط لو ناس كلمتوا قبليك مرات عديدة فأنت بتقفل آخر مرة وتحط آخر قلب سكر لكن معظم الوقت أنك تبدأ بعلاقة شخصية مع الشخص وتوري المحبة وتبدأ تكلمه عن يسوع ركز على يسوع في كل المتحدة ركز على يسوع والشيء المهم أن شخصية المسيح متفوقة سامية لا تقارن لا بنبي ولا بشخصية عظيمة ولا بأي حتى لو أجي تتكلم عن أي ناحية من حياة يسوع فعلا متفوق أصلا مثل ما بتسمعوها دايما مني عيب أن نقارن يسوع في أي نبي في أي شخصية أخرى موسيقى